أعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني عشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة هنتكلم فيها عن الفيزياء النووية وهنأخذ درس نوات الزرة من خلال تجربة قصف صفيحة من البريليم بجسيمات ألفة اكتشف عالم يسمى شدويك بانبعاث جسيم متعادل لهو موجب ولهو سالب أطلق عليه اسم النيوترونات باكتشاف النيوترونات اتفق العلماء على أن نوات الزرة مؤلفة من بروتونات موجبة الشحنة ونيوترونات متعادلة الشحنة أطلق العلماء على كل من البروتونات والنيوترونات في النواة اسم النيوكليونات قتلة البروتون ام بي تقريبا بتساوي قتلة النيوترون ام ان وقتلة النيوترون تساوي تقريبا الف تملمية خمسة وثلاثين مرة قتلة الالكترون فقتلة الالكترون صغيرة جدا جدا لذلك في أوقات كثيرة بنعتبرها مهملة خدنا قبل كده في الكيمياء العدد الزري والعدد الكتلي يهو العدد الزري يرمز له بالرمز Z هو عبارة عن عدد الالكترونات خارج النواة أو عدد البروتونات في النواة أما العدد الكتلي يرمز له بالرمز A كابتل هو عبارة عن مجموع عدد البروتونات والنيوترونات في النواة أو بنقول عليها عدد النيوكليونات داخل النواة لأن نقول البروتونات والنيوترونات أطلق عليها اسم النيوكليونات فالعدد الكتلة ممكن نقول هو مجموع عدد البروتونات والنيوترونات أو عدد النيوكليونات داخل النواة لو جينا خد نعلل ليه الزرة متعادلة الشحنة أو متعادلة كهربائيا لأن عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل النواة تسوى عدد الإلكترونات السالبة اللي بتدور خارج النواة ليه يؤثر العدد الزري والمقصود بالعدد الزري عدد البروتونات عدد الإلكترونات ليه يؤثر العدد الزري في تحديد الخواص الكيميائية للزرة لأنه يحدد التركيب المحتمل لمدارات الإلكترون نتيجة لقوة التجازب الكهربية بين النواة الموجبة والإلكترونات السالبة ليه كتلة الزرة تساوي عمليا كتلة نواتها فقط أي تساوي مجموح قتل عدد البروتونات وعدد النيوترونات كتلة الزرة تساوي عمليا كتلة نواتها فقط لأننا قلنا من شوية لأن كتلة الإلكترون صغيرة جدا جدا مقارنة بكتلة النواة لذلك نعتبر كتلة الإلكترونات مهملة مقارنة بكتلة النواة فلذلك كتلة الزرة تساوي كتلة نواتها فقط تقريبا لا يوجد تأثير مباشر لعدد النيترونات في التركيب الإلكتروني أو لا يوجد تأثير مباشر لعدد النيترونات في الخواص الكيميائية للزرة لأن النيترونات متعادلة الشحنة ليس لها شحنة قدنا في الكيمياء إن عندنا نوات العنصر أو العنصر لها عدد زري وعدد كتلي العدد الزري يرمز له بالرمز Z وده بيكتب أسفل يسار العنصر والعدد الكتلي يرمز له بالرمز A يكتب أعلى يسار العنصر بل إيه لعدد الكتلي أو عدد النيوكليونات إذن الزت إحنا قلنا العدد الزري اللي هو بيساوي عدد البروتونات اللي هو بيساوي عدد الإلكترونات أما العدد الكتلي اللي هو فوق اللي هو اسمه برضو عدد النيوكليونات إزاي نجيب النيترونات عاد عدد النيترونات نطرح العدد الكتلي ناقص العدد الزري العدد اللي فوق ناقص العدد اللي تحت وده مهم جدا جدا إيجاد العدد الزري والعدد الكتلي وعدد النيترونات سواء أسئلة موضوعية أو في مسائل طاقة الربط النووية نأخذ مثال على كده عندنا نواة زرة اليورانيوم 92-238 ممكن يطلب مني حسب العدد الكتلي أو عدد النيوكليونات قلنا العدد الكتلي أو عدد النيوكليونات الرقم اللي موجود من أعلى من فوق أعلى يسار العنصر يعني كام 238 نيوكليون طيب لو طلب مني العدد الزري زت أو عدد البروتونات بي أو عدد الإلكترونات إي قلنا العدد الزري اللي هو أسفل يسار العنصر اللي هو الرقم اللي من تحت يعني هنا العدد الزري أو عدد البروتونات أو عدد الإلكترونات بيسوي كام 92 بروتون لو طلب مننا عدد النيوترونات هنطرح العدد الكتلي ناقص العدد الزري العدد اللي فوق ناقص العدد اللي تحت 238 ناقص 92 سيطلع معنا عدد النيوترونات 146 نيوترون فنركز على هذا السؤال السهل في الأسئلة الموضوعية وفي مسائل طاقة الربط النووية هناخد حاجة جديدة وهي نظائر العنصر نظائر العنصر هي أنوية أو زرات لها نفس العدد الزري يعني لها نفس الخواص الكيميائية وتختلف في العدد الكتلي يعني تختلف في الخواص الفيزيائية لو خدنا مثال بسيط يوضح النظائر عند الهيدروجين H1-1 ليه أكثر من نظير H1-2 وH1-3 من هذا المسال هنوضح خصائص النظائر ومن التعريب هنلاحظ هنا أن العدد اللي من تحت نفسه يعني هذه النظائر لها نفس العدد الزري يعني لها نفس عدد البروتونات يعني لها نفس عدد الإلكترونات يبّحنا هنا لا يحدث اختلاف في العدد الزري يعني لا يحدث اختلاف في عدد البروتونات يعني لا يحدث اختلاف في عدد الالكترونات وبالتالي لا يحدث اختلاف في الخواص الكيميائية التلاتة كلهم هايدروجين يبقى احنا هنا لهم نفس العدد الزر لهم نفس عدد الالكترونات لهم نفس عدد البروتونات لهم نفس الخواص الكيميائية طب يختلفوا في أن نبص في الرقم اللي فوق مختلفين في العدد الكتالي أو عدد النيوكليونات طيب لو طرحنا الرقم اللي فوق نغسل لرقم اللي تحت يعني نجيب عدد النيوترونات هنا عدد النيوترونات صفر هنا عدد النيوترونات واحد هنا عدد النيوترونات اثنين فهنا كمان يحدث اختلاف في عدد النيوترونات لما هنا حادث اختلاف في العدد الكتلي فيحدث اختلاف في الخواص الفيزيائية يبا خصائص النظائر يحدث اختلاف في العدد الكتلي يحدث اختلاف في عدد النيكلونات يحدث اختلاف في عدد النيترونات يحدث اختلاف في الخواص الفيزيائية لا يحدث اختلاف في العدد الزري لا يحدث اختلاف في عدد البروتونات لا يحدث اختلاف في عدد الالكترونات لا يحدث اختلاف في الخواص الكيميائية ممكن تجينا أسئلة موضوعية صح والغلط أكمل اختيار من متعدد وكذلك مصطلح علمي هنأخذ مثال آخر على النظائر عندي الكربون C6-12 له أكثر من نظير C6-10, C6-11, C6-13, C6-14, C6-15, C6-16 هنلاحظ هنا تكون بعض نظائر أنوية زرات العناصر الكيميائية أكثر وفرة من غيرها في الطبيعة فمثلا هنجد نسبة وجود C6-12 في عينة كربون هي تقريبا 98.9% وبقية النسبة الـ 1% تعود إلى بقية النظائر C6-10, C6-11, C6-13, C6-14, C6-15, C6-16 تبدأ الكلام ده يرجع لماذا؟ اختلف نسبة وجود مظائر العنصر في الطبيعة بحسب الطريقة التي أدت إلى تقونه طبيعية أو إصطناعية فنجد مثلا أن الكربون C6-16 طبيعي فنسبة وجوده في العينة بتكون أكثر وكذلك استقراره هل مستقر ولا مشع هنجد أن الكربون C6-16 مستقر فلذلك نسبة وجوده في العينة بتكون أكثر وذلك هنا السؤال ممكن يجينا نعلل تكون بعض نظائر أنوية زرات العناصر الكيميائية أكثر وفرة في الطبيعة لأن بعض النظائر في الطبيعة بتكون أكثر استقرارا بحسب الطريقة التي أدت إلى تقونها طبيعية أو إصطناعية جينا السؤال ما هي العوامل التي تتوقف عليها نسبة وجود نظائر العنصر في الطبيعة هي هي العوامل التي تتوقف عليها نسبة وجود نظائر العنصر في الطبيعة نمر واحد الطريقة التي أدت إلى تكونه طبيعية أو إصطناعية نمر اثنين استقراره هل مستقر أو مشع ناخد حاجة جديدة طاقة السكون يرمز لها بالرمز ER طاقة السكون هي الطاقة المكافئة لكتلة الجسيم الساكن أي جسيم ساكن له طاقة مكافئة يعبر عن كتلة النوافي كثيرا من الأحيان بطاقة السكون الجسيم له كمية من الطاقة تسمى طاقة السكون تمثل العلاقة بين الكتلة وطاقة السكون بالمعادلة لها معادلة أي نشطين ER بالسوء MC تربيع طاقة السكون لكتلة تساوي واحد EMU يعني وحدة كتل زرية أو أتموكماس يونيت بتساوي تسعمية واحد وتلاتين ونص مليون إلكترون فولت لذلك هنا هيديني قتل البروتونات والنيوترونات وقتلة نواة الزرية بالأتموكماس يونيت هنحولها لي مليون إلكترون فولت نضرب تسعمية واحد وتلاتين ونص علل من المناسب أن نعبر عن كتلة الجسيم بكمية الطاقة المكافئة لأن الكتلة غير محفوظة في كثير من العمليات النووية حيث يتحول جزء من الكتلة إلى طاقة علل الكتلة غير محفوظة في كثير من العمليات النووية لأن يتحول جزء من الكتلة إلى طاقة هنأخذ مسألة على طاقة السكون احسب طاقة السكون بوحدة ميجا إلكترون فولت اللي هي مليون إلكترون فولت م إي في لكتلة مقدارها واحد جرام علما بأن سرعة الضوء 3 ضرب 10 أس 8 متر على الثانية احنا طاقة السكون قانونها سهل الإي آر سوء م سي تربيع بس ما ننساش هنا الكتلة بالجرام نقسم على ألف عشان نحولها بالكيلو جرام بنعوض بالكتلة 0.001 ضرب 3 ضرب 10 أس 8 لكل تربيع هتطلع معنا طاقة السكون بوحدة الجول 9 ضرب 10 أس 13 خدنا قبل كده عشان أحول من الجول للإلكترون فولت أقسم على شحنة الإلكترون اللي هي 1.6 ضرب 10 أس 19 تطلع معنا الطاقة بوحدة الإلكترون فولت طب هو عوثة بوحدة المليون طب عشان أحول من الإلكترون فولت للمليون من الصغير للكبير أقسم طب المليون فيه كام؟ من الإلكترون فولت فيه مليون يعني أنا هقسم على مليون أو هقسم على 10 أس 6 مرة أخرى هتطلع معنا طاقة السكون وحدة المليون إلكترون فولت 5.6 ضرب 10 أس 26 مليون إلكترون فولت طيب لو أنا عاوز أختصر الخطوات دي بعد ما أجيب الطاقة بالجول ممكن أحول مباشرة من الجول إلى المليون إلكترون فولت أقسم على 1.6 ضرب 10 هنا هنا سالب 19 وهنا موجة ب 6 ضيحت سالب 19 مع موجة ب 6 هتطلع كام؟ سالب 13 يبقى هنقسم مباشرة على 1.6 ضرب 10 أس سالب 13 فأحول من الجول للمليون إلكترون فولت في خطوة واحدة ونختصر الخطواتين دول أو لو عاوز نحول من المليون إلكترون فولت للجول أضرب برضو في 1.6 ضرب 10 أس سالب 13 يبقى هنقسم هنا نركز في التحويل عاوز من الجول للإلكترون فولت ولا عاوز من الجول للمليون إلكترون فولت أو العكس نأخذ حاجة جديدة القوة النووية القوة النووية هي القوة التي تربط بين النيوكليونات في النواة والمقصود بالنيوكليونات البروتونات والنيوترونات في النواة خصائص القوة النووية هي خصائص القوة النووية أولا هي لا تعتمد على الشحنة فالقوة النووية بين بروتوناتين هي نفسها القوة النووية بين نيوترونين هي نفسها القوة النووية بين بروتون ونيوترون فهي لا تعتمد على الشحنة القوة النووية قوة تجازب نووية بين النيوكليونات فهي تعمل على جذب النيوكليونات في النواة قصيرة المدى فيتنشأ بين النيوكليونات المتجاورة في النواة بين البروتونات مع بعضيها أو بين البروتونات والنيوترونات في قصيرة المدى مداها نصف قطر النواة مقدارها يكفي لمنع زوج من البروتونات من التنافع الكهرابي والبقاء داخل النواة تتفاعل النيكليونات داخل النواة بعضها مع بعض بقوة تجازب نووية بغض النظر عما إذا كانت لها شحنة سي البروتونات أو ليس لديها شحنة مثل النيترونات فقلنا القوة النووية لا تعتمد على الشحنة علل القوة النووية قصيرة المدى ليه القوة النووية قصيرة المدى؟ لأنها تنشأ بين النيكليونات المتجاورة في النواة تؤدي القوة النووية دورا مهما في استقرار النواة لأن مقدارها يكفي لمنع زوج من البروتونات من التنافع الكهربائي والبقاء داخل النواة فتؤدي إلى استقرار النواة وجود النيترونات في النواة يزيد من قوة التجازب النووية على حساب قوة التنافع بين البروتونات وتحفظها من الابتعاد عن النواة لذلك ممكن يجينا سؤال ما هي وظيفة أو ما الدور الذي تلعبه النيترونات في النواة أو يجينا السؤال بصيغة علل تلعب النيترونات دورا هاما في استقرار النواة لأنها تعمل على زيادة قوة التجازب النووية على حساب قوة التنافع بين البروتونات وتحفظها من الابتعاد عن النواة لذلك تؤدي دورا مهما في استقرار النواة عندي في حاجة اسمها منحنة الاستقرار منحنة تدرس العلاقة بين عدد النيترونات على المحور الرأسي وعدد البروتونات أو العدد الزري على المحور الأفقي من هذا المنحنة نقسم العناصر إلى سلاسة أنوية أنوية العناصر الخفيفة وهنا نجد أن عدد البروتونات تقريبا بيساوي عدد النيترونات ولذلك لو قسمنا الـN على الزت هيطلع النسبة تساوي واحد صحيح تقريبا يبقى في الأنوية العناصر الخفيفة عدد البروتونات يساوي تقريبا عدد النيترونات أما في الأنوية الأسقل بنلاحظ هنا بزيادة عدد البروتونات بتزداد قوة التنافر لأن هذه شحنات متشابهة ومجمع الموجب يزيد التنافر فتحتاج هذه الأنوية إلى عدد من النيترونات أكبر من عدد البروتونات لتحافظ على الاستقرار لذلك يحدث انحراف يجي يقول لك علم أو فسر انحراف النوى يعني الأنوية عن الخط أن زدت في الأنوية الأسقل ليه بتنحرف الأنوية بتطلع لفوق شوية كما احنا شايفين كده فيحصل انحراف للنوى في الأنوية الأسقل هنقول له هنا لأن بزيادة عدد البروتونات بتزداد قوة التنافر فتحتاج الأنوية إلى عدد من النيترونات أكبر من عدد البروتونات لتحافظ على الاستقرار بعد كده عندنا الأنوية زات العدد الزري الأكبر من 82 في هذه الأنوية تصبح قوة التنافر بين البروتونات كبيرة جدا ولا تستطيع زيادة النيترونات إن هي تعاوض زيادة القوة الكهربية بين البروتونات أو لا تستطيع زيادة النيترونات إن هي تتغلب على قوة التنافر بين البروتونات لذلك تسمى هذه الأنوية بالأنوية الغير مستقرة sighs أجل نسؤال علل لي تسمى الأنوية ذات العدد الزري الأكبر من 82 باسم الأنوية الغير مستقرة أوليها الأنوية التي يزيد عددها الزر عن 82 تنحرف عن منحنى الاستقرار لأن هنا في هذه الأنوية تصبح قوة التنافر بين البروتونات كبيرة جدا ولا تستطيع زيادة النيترونات تعويض زيادة القوى الكهربية بين البروتونات أو لا تستطيع زيادة النيترونات أنها تتغلب على قوة التنافر بين البروتونات لذلك فهي تنحرف عن منحنى الاستقرار أو تسمى بالأنوية غير المستقرة بكده نكون أخذنا درس نواة الزرة أخذنا إزاي نعرف العدد الزري والعدد الكتلي أخذنا نظائر العنصر أخذنا طاقة السكون أخذنا القوة النووية وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته